اشتركوا في القناة لا يمكن السكوتر الكاربائي من الاشتغال مرة اخرى جميع امثلة التهكير والفلاش يتم نشرها في قناة جو تايم لاغراض تعليمية فقط للخبراء والمختصين لا انصح اي احد ان يجرب هذا الفلاش او التهكير في السكوتر الكاربائي الخاص به خوتي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة جو تايم المتخصصة بسكوتر الكاربائي كما شاءتم في التقديم فهذا الفيديو سيتحدث عن مخاطر واضرار تهكير سرعة السكوتر الكاربائي وددت عن اسجل هذا الفيديو نظرا للكم الهائي من التعليقات التي وردتني بشكل ان بعض الاخطاء وبعض الاعطاب والمخاطر التي قد وقعت لبعض الاصدقاء في السكوتر الكاربائي الخاص بهم فهذا الفيديو فيديو تحذيري ان الفلاشات التي ننشرها هي فلاشات خاصة بالخبراء ولا يجب على مبتدئين ان يطبقوها في السكوتر الكاربائي الخاص بهم لسيما ان كان السكوتر الكاربائي جديد جدا فمثلا انا متى فعلتها في السكوتر الكاربائي الخاص فعلتها بعد مرور ما بين ست اشهر الى سانة من الاستخدام بعدها وضعت الفلاش في السكوتر الكاربائي الخاص بي بعدها ان جربته مرارا اما من يشتري السكوتر الكاربائي جديد جدا من الشركة او من محل بي السكوتر الكاربائي ويريد ان يهكر من السرعة ويزيد منها في اليوم الاول او الاسبع الاول فاني لا انصحه البتا وان اردت فعل ذلك فاذهب الى صاحب المحل واطلب منه هو ان يزيد من السرعة وليس انت فهذه الفيديوهات التي نضعها ايه فيديوهات تعليمية فقط وخاصة للخبراء والمتخصصين الذين لهم دراية بهذا المجال لهذا ارتأيت ان اسجل هذا الفيديو فيديو شامل اوضح فيه مختلف المخاطر والتحذيرات حوله تهكير وفلاش سكوتر الكاربائي قد يعتقد البعض ان تهكير سرعة سكوتر الكاربائي هو شيء جيد لكن الحقيقة هو انه يمكن ان يكون خطيرا للغاية فعندما يتم تهكير سرعة سكوتر الكاربائي يتم زيادة سرعته بشكل غير قانوني وهذا يعني ان السكوتر الكاربائي وهذا يعني ان السكوتر الكاربائي يصبح اكثر خطورة فيما يلي بعض المخاطر والاضرار التي يمكن ان تحدث عند تهكير وفلاش سرعة سكوتر الكاربائي اولا خطر الحوادث عندما يتم زيادة سرعة سكوتر الكاربائي بشكل غير قانوني يزداد خطر وقوع الحوادث لان السائق لن يكون قادرا على التحكم في السكوتر بشكل جيد وهذا يعني انه يمكن ان يفقد السيطرة على السكوتر ويتعرض لحوادث مثلا اذا كان السكوتر الكاربائي لا يتحمى السرعات المفريطة فستسمى اصوات في السكوتر الكاربائي قد لا يمكنك من الفرما التي بشكل جيد مما قد يحدث لك اصابة لا قدر الله ثانيا وكما وضحنا في مقابلة الفيديو خطر التلف قد يتعرض السكوتر الكاربائي للتلف عندما يتم تهكير سرعته فالمحرك والبطارية ليس مصممين للعمل بسرعات عالية وهذا يعني انه يمكن ان يحدث تلف بالاجزاء الداخلية للسكوتر الكاربائي وهذا الشيء الذي وقع للكثير من الناس الذين جربوا السكوتر الكاربائي بالفلاش سواء اشترى هو وهو مهكر من قبل صاحب المحل او هكروا بنفسهم بالبحث في اليوتيوب والانترنت عن مختلف الفلاشات لان حينما نقول فلاش او تهكير فان صاحب او مصمم فلاش قد صممه لنسخة معينة وحيدة من السكوتر الكاربائي الفلاني مثلا الشاومي برو اثنان نسخة الاولى او الثانية اذا فالفلاش سيخدم او سيعمل فقط في تلك النسخة قد يعمل في نسخين اخرى لكنه قد يسبب اعطال بتلك النسخة الاخرى لهذا وكما قلت لكم يجب ترك هذا المجال وهذا الامر للخبراء والمختصين وعدم تجربته في السكوتر الكاربائي الجديد اذا كان لديك سكوتر الكاربائي تريد لا تستخدمه البتا تريد فقط ان تتعلم فيه وتتعلم فيه تقنية الفلاش والتهكير الاخرى يمكنك تجربته ان كنت خبير او مختص اما ان كنت مبتدئ او هاوي فاني لا انصحك ان تفعل هذا الشيء رقم ثلاثة خطر العقوبات القانونية تأكيد سرعة السكوتر الكاربائي هو عمل غير قانوني وهذا يعني ان السائق قد يتعرض للعقوبات القانونية فقد يتم تغريمه او حجز السكوتر الكاربائي الخاص به وهذا يعني انه سيتعين عليه دفع مبالغ كبيرة من المال مثل ما يحدث للدراجات النارية لأسف رابعا خطر الاصابات قد يتعرض السائق للاصابات عندما يتم تهكير سرعة السكوتر الكاربائي فالسائق لن يكون قادر على التحكم في السكوتر الكاربائي بشكل جيد وهذا يعني انه يمكن ان يتعرض للاصابات الخطيرة كما قلت لكم فان التهكير او فلاش السكوتر الكاربائي شيء خطير للغاية في الجانب التقني فانه قد يسبب ضرر للبطارية لان البطارية مصممة ان تعطي جهد معين فقط وحينما يتم التهكير لزيادة السرعة فان البطارية تصبح تعطي جهد مضاعف مما يجعلها تموت باكرا كما نقول بالدارجة المغربية او تنتهي مدة صلاحيتها بسرعة كبيرة وكذلك الاجزاء الخاصة بالمحرك والسكوتر الكاربائي يتم استعمالها في السرعات العالية بطريقة شديدة مما قد يجعلها تتلف بسرعة او يجعل المحرك يسخن مما قد يشكل خطر تلف لهذا المحرك وفي النهاية يجب على الجميع ان يتذكروا ان تهكير سرعة السكوتر الكاربائي وشئون خطير وغير قانوني فالصائق يجب ان يحترم القوانين واللوائح المحلية في دوله لتنظيم المرور ويجب عليه ان يتمتع بالمسؤولية عند القيادة لذلك يجب على الجميع تجنب تهكير السكوتر الكاربائي والحفاظ على سلامتهم وسلامة الاخرين اذا اجبكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاركته مع الناس مهتمين بالسكوتر الكاربائي والذين يفكرون في تهكير وزيادة سرعة السكوتر الكاربائي او الذين قد فعلوا لا تنسوا الاشتراك ترك التعليقات والنصائح لمن وقع لهم مشكل كيف يمكنهم تجنبوا او اصلاح السكوتر الكاربائي من جديد وشكرا لكم و الى الفيديو القادم ان شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة والسلام على رسول الله و الى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة